السلام عليكم طلبتنا العزاء وفي محاضرة جديدة مع الباثوفيسيولوجي ونحن نتكلم اليوم عن الرينا الفيلر ومثل ما عفنا بالمحاضرة السابقة نقسم الرينا الفيلر إلى أكيوت رينا الفيلر وكرونيك رينا الفيلر ما ننقوم الرينا الفيلر ببساطة أنه فشل الكريا في ممارسة مهامها واشنهاية المهامة حتى الآن ننسى وحتى نرتب أفكارنا بطريقة منطقية ونفهم المحاضرة أكثر ما يتعلق بالوتر، والوتر فوليوم بالإنترا فاسكورار and its excretion to the outside هذه واحد وأيضا لها علاقة الكدني بالتنظيم الإلكترولايت and pH balance of the extra cellular fluid وطبعا and remove the waste of the metabolic activity فإذا كثش ما يتعلق بالحجم الدم وتنظيم كمية الووتر انترافاسكولر وكمية الووتر اللي يخرج وكذلك removal of the toxic metabolites and regulation of the electrolyte and pH من أقول acute renal failure من أتكلم وأتكلم أقول acute renal failure قلمة acute يعني حاد يعني سريع الحدوث فجائي إذا جازت تعبير أو خلال وقت قصير فإذا هو فشل في مهام الكلية اللي أسلفتوها قبل شوية ويكون هذا الفشل بسرعة وربما يكون فجائي يختلف عن le chronic renal failure اللي يكون على مدى طويل الفشل يكون شوية شوية وتدريجه على مدى طويل هون يكون فجائي والسبب يكون خلال فترة قصيرة حتى نفهم acute renal failure نقسمها إلى pre renal failure وpost renal failure والinterensing renal failure يعني أسباب تتعلق مع قبل الكلية وأسباب تتعلق بالكلية وأسباب تتعلق بعد الكلية من أقول قبل الكلية أقصد بالبلغة سبلاي ومن أقصد من أقول بالكلية نفسة اللي قبلها هي بلد سبلاي أما الكلية نفسة هي ديزيزي داخل يشمل النفرون والانترستيشيام داخل الكلية نقول وغى الكلية يعني الإشاء التي تتعارض مع طرح الإدرار بعد أن يخرج من الكلية باليوريتر والبلدر وإلى آخره إليه pre renal failure the most common cause هو decrease renal blood flow decrease renal blood flow whatever the cause the pre renal failure the mostly caused by decrease renal blood flow أشنسي decrease renal blood flow شخص يصير عنده severe vomiting severe diarrhea أو صير عندهم burn أو severe dehydration سيفقد سواعلي كثير وبالتالي حجم الدم سيقل وبالتالي cardiac output أيضا سيقل وبالتالي كمية الدم اللي تصل إلى الكلية ستقل سهلي ومرتبة بشكل منطقي إذا نحكي على المانفستيشن مال acute renal failure قدنا الرينال سيستم معني بحجم الووتر داخل الدورة الدموية بالانترافاسكولار فوليوم ومعني أيضا بطرح الوريجوليشن وطرح الإدرار فإذا من أكون ما عندي يصيب فيلر بهذا الاسبكت من يكون عندي فيلر بهذا المجال أش معنها؟ معنها الدم العفو الهتو او سيصيب بين العفو الهتو نعم الهتو او الماء سيصيب بينه الريتنشن بالانترافاسكولار فوليوم يعني ينحصغ بدل أن ينطرح جزء منه سيحصغ فأش سيسبب لك هذا؟ زيادة في ضغط الدم إذيمة بالانحاء الجسم بسبب زيادة الانترافاسكولار فوليوم وبتنفس الوقت من يكون عندنا دكريز بالرينا اللي بلدفلو معناها الكلوموري الفلتريشن ريتها هاتقل وبالتالي اليورن اوتفود أشنتوقع أكيد أحيقل لأنه صابي نوريتنشن فإذن فيما يتعلق الوظيفة من الرينا بالوظيفة الأولى اللي هي ريجريشن of the water and the volume of the water انترافاسكولار لأن إتسكريشن to the كيدني أحسيبها ريتنشن of the ووتر انترافاسكولار كومبارتمن وهايبارتنشن ومثلما الدماء وأيضا بما أنه صابي نوريتنشن ما قاعد يطلع لإدرار فإذن سيغل المريد decrease severe decrease in the urine output هذا فيما يخص الوظيفة of the water انترافاسكولار لأن إتسكريشن وطباوت the toxic metabolites الحقيقة toxic metabolites كثيغة بس نخلق نختصرها باليوريا والكرياتينين يعني أش تتوقع اليوريا والكرياتينين أش أكيد أكيد أح تزداد نسبة اليوريا والكرياتينين اللي هي طبعا west product ما راح نطبحون إلى الخارج وبالتالي level of the blood urea nitrogen and blood urea and serum creatinine كلها ترتفع بالcirculation لأن the glomerular filtration rate is decreased to great extent sensitive طبعا وبالنسبة للإلكترولايت أكيد سيساعدنا disturbance بالإلكترولايت الكرياتينين شوية يختلف عن اليوريا الكرياتينين يعتبرونه أدق من اليوريا in assessment of the renal function في تقييم وظيفة الكلية ليش لأن اليوريا ممكن ترتفع بالdehydration ممكن ترتفع أيضا بال more ingestion of meat كلها ستأثر على مستوى اليوريا وهتخليها ترتفع بينما الكرياتينين ما يرتفع هذا سبب الآخر أن اليوريا ممكن تصيب بها reabsorption from the renal tube وترجع إلى circulation بينما الكرياتينين ما يصيب بينه reabsorption فالكرياتينين يكون أدق بس المعلوماتكم اليوريا تكون more sensitive يعني إذا مريض قيتحسن منه ينزل أسرع اليوريا والكرياتينين لا اليوريا تنزل أسرع من الكرياتينين أو قبل الكرياتينين وبنفس الوقت هي ترتفع أيضا قبل الكرياتينين إذا كان عندك renal impairment فإذا تدوغ دقة الكرياتينين هو مرعد بس تدوغ sensitivity اليوريا it is more sensitive طبعا طبعا نورمالي اليوريا 2 كرياتينين هي 10 إلى 1 10 يوريا و 1 كرياتينين وبال renal failure مثل ما قنات كلم هست احترتفع نسبة اليوريا وتصير 20 إلى 1 إذن نحن ما زلنا قناتكلم عن renal failure وتكلمنا عن بداينا بالأكيوت renal failure وقلنا الأسباب هي pre-renal renal و post-renal وتكلمنا باختصار عن pre-renal causes post-renal causes يعني الأشياء أو الأسباب التي تتداخر مع خروج الإدرار من الكلية إلى الخارج حتى الرتبة أنا تميك لي حتى ما ننسى نبدأ في renal طبعا حتى ساعدنا renal failure لازم both renal are obstructed مثل إيش أشن أشن يمكن تخلي both renal obstructed مثل calculi and structure calculi يعني حصوة structure يعني تضايقات و fibrosis إذا صغط كل الحالبين ستعمل renal failure إذا حال واحد ما ستعمل وحدة one kidney is working and the other is not فالوحدة ستكفي أن تعمل لك تعمل compensation to the other diseased kidney وتمشي normal function of the urinary system بس إذا بوث renal failure رفلت لا هنا مشكلة لأن الكريتين ستتوقف عن العمل بعد renal failure أش هاي يجينا هاي يجينا عدنا blood حقيقة بال the urinary bladder rarly أنه يساعد نك في شيء داخل urinary bladder يعمل لك obstruction to both kidneys مثل ليش الأشياء اللي ممكن تعمل لك هي obstruction to urinary flow from both kidney هو هو عندك tumors الأورام و neurogenic bladder neurogenic bladder يعني مشلولة لـ bladder ما عندك قدرة على التقلص وبالتالي يجمع بها الإدرار ويسي back pressure وأك نمسا عندك obstruction طبعا back pressure toward urethras and kidney اليوريثرة بعد أن يخرج الإدرار من المثانة بين المثانة والفتحة الخارجية للإدرار هو عندك اليوريثرة أو الإحليل أشل الأشياء اللي ممكن تعملك obstruction the most common cause in male طبعا هو prostatic hypertrophy البروستاتيك hypertrophy هتعملك تضيق وربما انسداد باليوريثرة وإذا صار عندك انسداد هتعمل معناها اليوري ما هتطلع من البلدر وهتجمع 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 back flow أو back pressure toward both kidneys وتعملك acute renal فعلة طبعا أكيد حتى نتخلص من أو نعالج post renal failure واللي هو most commonly caused by obstruction هي لازم تعمل تعالج السبب إذا كان عندك حصوى الشيلة إذا كان عندك prostatic hypertrophy تخفف الhypertrophy by drugs or by operation وإذا عندك urinary bladder tumor لازم تعمله surgical removal إذا تكلمنا عن pre renal والpost renal وهس نتكلم على renal intrinsic renal failure يعني الأسباب التي تعمل لك acute renal failure ومتعلقها بالكيدني بحد ذاته حتى ما ننساها الكيدني أشركوا بها هي أشني الكيدني هي عبارة عن نيفرونز وكل نيفرون عبارة عن إيش عبارة عن glomeruli و تيبيول وبيناتهم الانترستيشيام أو الانترستيشيال تشو ف الأسباب التي تعمل لك renal failure قد تكون متعلقة بالأكيوت renal failure أقصد قد تكون متعلقة بالglomeruli مثل عندنا glomeruli lymphritis وأكيوت pyelonephritis هي تأثر على glomeruli أو أشياء تأثر على التيوبيول مالكيدني قد تكون إسكيميا قد تكون drug وقد تكون intra-tubular obstruction intra-tubular obstruction الأسباب الأسباب الأخرى اللي ممكن تعمل لك internecyc renal failure وتأثر عليهم على glomeruli وتأثر أيضا على تيوبيول تيوبيول هي الإسكيميا يعني قلة وصول الدم قلة وصول الدم إلى الكيدني ممكن يأثر لك على تيوبيول وممكن يأثر لك على glomeruli وحتى على interstitium فإذن بالinternecyc renal failure هذول الثلاث يتأثر النوغلوم ماليوراي تيوبيول والإنترستيشيوم الإسكيميا ممكن تأثر عليهم كل التوكسيك ميتابولاي أو التوكسيك دراج تأثر على التيوبيول بشكل خاص وممكن يساعد نترا تيوبيول أو بشكل من الأسباب المهمة بالانترنسيك renal failure هو الأكيوتي tubular necrosis أشنو تعريف الأكيوتي tubular necrosis أكيوتي tubular necrosis is characterized by destruction of tubular epithelium cell with acute suppression of the renal failure فإذن المشكلة بال acute tubular necrosis هذا التوبيول عندك هاي الخلايا اللي بيطانة لتيوبيول lining the epithelial lining of the tubule أحل بيصي بها destruction ومسا بها destruction هاي لها وظيفة مهمة بالregulation of the intratubular fluids وال الكترول لها علاقة بالregulation of those materials وبالتالي سيساعدنا acute renal failure فإذن هذه الخلايا بيطانة التيوبيول ستتدمر ويدهور ما يتعلق بها من وظائف وتؤدي إلى acute renal failure إذن الأكوتي tubular necrosis هو من ضمن الانترنسي renal failure وقلنا أذكر الانترنسي renal failure ممكن affection of the glomeruli ممكن affection of the tubules وممكن affection of the interstitium the most common cause بال intrinsic renal failure is the acute tubular necrosis هس نحكي على أسباب الأكوتي tubular necrosis أكثر شي مص كمان لي cause of acute tubular necrosis هو الإسكيميا إسكيميا قلة وصول الدم بعدين يجي وغاها النفرو toxic effect of the drug وبعدين أيضا يجي عندنا tubular obstruction and toxin from a massive infection فإذن الأكوتي tubular necrosis هو أحد أهم الأسباب التي تعمل لك acute renal failure واللي هو the common cause of intrinsic renal failure وبحذ ذات الأكوتي tubular necrosis ممكن يصيب بسبب إسكيميا وسبب نفرو toxic drugs or metabolites وكذلك toxic effect of massive infection نحكي جملة مهمة الأكوتي tubular necrosis is frequently reversible هذا شي نخلي أنه ببعنا يعني ممكن أنه إذا تعالجه وبسرعة يكون reversible وحكينا تذكرون أيام تكلمنا عن necrosis وقلنا necrosis it is an irreversible cause of cell death يعني الخلية can cause irreversible dead of the cell يعني ما نقول هذه necrosis معناها أنها خلية ميتة وغير قابلة للرجوع إلى الحياة إحنا ككادر طبي في قدر استطاعتنا أنه نحصل المريض أو نقدر نسيطر على الدزيز وهو في مرحلة irreversible stage من قول irreversible يعني ممكن إرجاعه إلى normal بس إذا ما نوصل إلى irreversible معناها ما ممكن إرجاعه إلى normal حتى بعد إزالة العامل المسبب فإذا من حسن الحظ من حسن الحظ أكثر الأحيان هو قابل للإرجاع إلى الحالة الطبيعية ولذلك لذلك لازم ننتبه على هذا الموضوع أش معنات إنترا تيوبلر كاست الحقيقة أحد الأسباب للتيوبلر نكروز أنه هو التيوبي ونفسه يصيبينه أبستركشن أش نصيبينه أبستركشن على سبيل المثال شخص صابينه إنترا باسكولر هيموليسيز وصاع عنده هيموغلوبين يوريا يعني الهيموغلوبين طلع من من الاربيسي وبدأ ينطرح إلى اليورين ووصل الهيموغلوبين إلى التيوبيول هذا الهيموغلوبين اللي داخل الإدرار ممكن ممكن أن يتجمع ويسد التيوبيول هذا التيوبيول كوهي الفتحة فتحات الداخل التيوب هي مجهرية يعني جدا صغيرة فلا تستغرب أنه الهيموغلوبين ممكن أن يتجمع ويتكثف ويسد لك هذا التيوبيول ممكن يساعدنا فتكاست الكاست يعني فتبروتينات تتجمع داخل التيوبيول فتتسمى كاست وهذه البروتينات ممكن تكون عليها ليسق عليها مثلا النيتروفيل وتسمى جرانيولار كاست وإلى آخره في إذن ما نقول كاست معنا مواد بروتينية شخص عنده بروتين يوريا وصال عنده مواد بروتينية وبال تساعدنا تيوبيولار تيوبيولار أبست أش سيص من التيوبيول ينسد معناها النيورين بعد ما يتدفق من من الهجلوميرولاس وإلى التيوبيول وباتجاه الكل وإلى الرينا البلبس سيقف سيصبح تنشن وإذا سيصبح باك بروتينية من التيوبيول لأنه انسدت و يرجع إلى الهجلوميرولاس يعني هذا التيوبيول إذا صاحبنا هنا على سبيل المثال هذا هنا نحس الآدرار أو الهجلوميرول الفلتريت و يزداد الضغط ويرجع ويرجع أيضا باتجاه الهجلوميرولاس وحتى يأثر على الأفرنت بلد سبلاي حسب ينسد حتى أعمل ريفليكس أفرنت أرتيليول الهجلوميرولاس فإذا يرجع باتجاه ماكو بعد يعبغ وإذا صاعدنا نتيجة نزياد الضغط في هذه المنطقة وساعدنا ريفليكس بالأفرنت أرتيليول كونسركشن وهالمرة سبلاي أيضا سيقل كل هذه العمليات ستؤدي إلى تدهور بالرينال فونكشن وحتى الأبيثيلي السيال الموجودة هنا أيضا بها سلافينج وزيد الطيم بل وتعملك أوبستركشن إذا ما لحقت على المريض و ما اداركت الأمر رح يؤدي ذلك إلى الريفيرسابل رينال فيلر من أقول كورتيكل نكروسز العبارة ما معنا كورتيكل نكروسز تعفون بالكدنية عدنا كورتيكس وميدولا والنيفرون اللي هو عبارة عن موجود بالكورتيكس فمن أقول cortical necrosis يعني موت النفرون اللي موجودة بالكلية ومن مات النفرون يعني بعبارة أخرى necrosis معناها irreversible معناها غير قابل إلى الإرجاع إلى normal state وخصوصة الكلية وبديت بالكرونيك رينا الفيلة أقعد نهاية العبارة أنا شوين أتوقف يما عندنا مثل ما نشفنا أنه الإسكيمية ممكن نصنفناها بالاثنين بالبريرينالكوزيز وبالرينالكوزيز من أقول بريرينالكوزيز يعني إسكيميا أو قلة وصول الدم إلى الكلية عملت لك فشل كلاوي صلحت ترجع للغلوموري الفيلتريشن ريت وترجع إلى النورمل بسرعة بينما إذا الإسكيميا عملت لك أكيوت جيبلير نيكروسيز اللي هو هوني صار انترنسيك لأن التيبل هو داخل الكلية إذن الإسكيميا هوني عملت لك انترنسيك كوزيز إذن الإسكيميا ممكن تعملك بريرينال وتعملك رينال من تعملك الإسكيميا من تعملك أكيوت جيبلير نيكروسيز لا تتوقع أنه الكلوموري الفيلتريشن ريت سيرجع بسرعة والكيدني تستعيد وظائفة تحتاج شوية وقت لأنه صار أذى داخل الكيدني بينما بالرينالكوزز بالبريرينالكوزز المشكلة بالرينالفيلر هي أنه ماكو دم يصل بكفاءة وبالتالي ماكو فيلتريشن الكيدني ما بيشي رجع الدم أو رجع البلد فوليوم إلى حجمه الطبيعي رح يرجع الكيدني رأسا تشتغل لأنها ما صعب الأذى بينما إذن الإسكيميا عملت لك كيوتة تيبلير نيكروسيز مع أن الكيدني نفسها صعبة أذى وبالتالي تحتاج وقت لشفاء بعد زوال العام المؤثر وإذا ما أزلت العام المؤثر ستفوت بالرينال دمج طبعا ما بس الإسكيميا ممكن تعمل لك أكيوتة تيبلير نيكروسيز عدنا نيفرو توكسيك ماتيريال ممكن تعمل لك أيضا أكيوتة تيبلير نيكروسيز أما المايوغلوبيولين والهيموغلوبيولين قلنا الهيموغلوبيولين يعمل لك بستركشن بالرينال تيبيول المايوغلوبيولين منذ ساعة عندك مثلا كار أكسيدنت وصير عندك فالدمج للمصل ممكن مايوغلوبيولين يطلع إلى سيركوليشن ويصل إلى الكيدني ويعبغ لغلومريولاي ويعمل لك فالبستركشن انترا تيبلير كذلك اليوريك أسيد الأشخاص اللي عندهم هايبر يوريسيميا اليوريك أسيد كريستل تجمع داخل التيبيول وتعمل لك أبستركشن كذلك بالمالتبل مايلوما المالتبل مايلوما اللي هي تيومر ويساعدنا فرض في إنتاج اللايت شين من اللايت شين هذي اللايت شين نح تعمل لك تجمع بالتريبيول وتعمل لك انترا تيبلير من اتكلم على الباثوجينيسيز اتكلمت علينا قبل شوية اللي هو كان عندنا نيفروتكسيك ماتيريال تعمل السلافينج بالإبيثيليام أو عندنا هو نمايو جلوبيلين أو هيموغلوبين أو لايت شين وطيفة راح ملكوني بستركشن وبالتالي حمل لك باك بريشير باي المنطقة ودكريز الكلومرير في التريشن رايت ومنساعدنا ودكريز الكلومرير في التريشن رايت في الرفليكسي أفرينت أرتريول الكونستركشن المرر بالساب لايقل ويزيد الضغط والضغط هوني كنزداد هذي اللي تيبلل كنصابية السلافينج وإذن هذي التوكسيك ماتيريال اللي أصلا طلعت أو طلعت من الغلومريولاي وتجمع البلوتيبيو راح تبدأ ترجع إلى السركوليشن مرة أخرى ويسمونه باك ليك وهذا كلتا تعمل إلى تدهور تعمل على تدهور الرينال فنكشن الكلينيكال كورس of the clinical course of acute tubular obstruction عدنا ثلاث مراحل the initiation phase maintenance phase and the recovery phase من أقول initiation phase هي الفترة بين حجوث العامل المسبب وبهور العرح هي هذي ال initiation phase واللي ممكن يكون hours or days مثليش العامل المسبب ischemia pre-renal failure or toxic exposure to ametabolite فإذن الفترة بين التعرض وبهور العرح أو حدوث tubular injury هي هالفترة اللي ندعوها بال initiation phase من نحكي على maintenance phase يعني هاي فترة السين والسيمتوم فترة السين والسيمتوم فترة المرض وحتى ما ننساها أيضا نرجع فيما يتعلق بالووتر وووتر ريتينشن أشي سيعدنا بما أنه عدنا acute renal failure الفلو ستنحصغ داخل الـ intra-vascular circulation من نحصغ داخل الـ intra-vascular circulation معناها سيرتفع ضغط الدم لأن الـ intra-vascular volume is increased وحسي عنده المريض أوديما لأن الـ hydrostatic pressure هون يزيد وبقية القصة تقدرون تعفوها لأن درسنا ما يشبه بالـ acute inflammation وبقية القصة بقية القصة يعني أقصد التوازن بين الـ ننكوتيك وآخره فما يكون عيدة عيدة مرتل الجسم بمعنى آخر يورين أوتبوت والبسيفير ريكمبرمايز يعني حقل بشدة واللي هاي سموها أوليك يوريا قلت أتدرر أوليك يوريا فيما يتعلق بالتكسك متابولايت الأمر مشابه لما ذكرنا نهو سابقا راح سي عندك زيادة باليوريا والكرياتينين وحكيتوها قبل شوية طبعا ما سي عندك زيادة باليوريا والكرياتينين هذه التكسك متابولاية ستعمل لك في النيورولوجيك المانفستيشن أو في يوريميا من أقول يوريميا يعني زيادة اليوريا بالدم أشو أحس عندك نيورو موسكولر إرتابلتي سيجرز يعني شامرس عند المريض وكوما أنديث أند سومنولينس نتذكر أنه العراض تتعلق مثل ما قبل شوية قلتو بالفلاويد والتوكسيك متابولاية وأيضا بالإلكترولايت من أهم الإلكترولايت اللي تعمل لنا مشكلة بالجسم هي البوتاسيوم وليش البوتاسيوم هو من أهم الإلكترولايت تعمل مشكلة بالجسم لأن زيادته أو قلته غيرت تعمل لك كارديك أرذيمية أرذيمية يعني لا نظمية قلبية القلب يعني يخفق حسب نظمية معينة وهذه النظمية مهمة على مود الفيسيولوجي فمن ساعدنا هايبو أو هايبر ممكن تعمل لك أرذيمية وخاصة الهايبر كاليمية زيادة البوتاسيوم بالدم أخطر الكارديك أرذيمية هي ventricular fibrillation يعني الارتجاف الأذيني منسي عندك ارتجاف الأذيني يعني بعد ال ventricul يقول بس يغجف هكذا يعني بدون أي contraction أو relaxation وبالتالي ماكو ضخر الدم والمريض يغوح من بنيدك ويموت خلال ثواني وأجزاء الدقيقة أشوقت البوتاسيوم يصير خطر من يصل هو الأبرلمت ما لديه يكون جاوة الستة إلى الستة يبدي يدق ناقص الخطر بين الستة وستة ونص يكون كلش خطر هذه تظهر عندك الكترو كارديوغرافي تشينجز يعني أكو علامات بالإي سي جي إذا تعمل مليئة تخطيط بالإي سي جي تظهر علامات الهايبر كاليمية تقدر ومنسى وطبعا الرسك مع الأرديمية يكون موجود وأيضا عندنا الرسك أو سيمتم أو مصل ويكنيس يعني ساعد المريض وهن عضلي ما ينتقد حرك التعبان بس الأخطر كلهم هي الكارديوغرافي والفنتركولار فبرليش نتكلم عن على الريكاوري فيس إذن إحنا ما زلنا قد نتكلم عن الأكيوتي تيبولار نيكروسيز والباثوجينيزيز حكينا عليها والكلينيكال كورس ما الأكيوتي تيبولار نيكروسيز قسمنا إلى الانيشياشن فيس والمانتينان فيس وهسا نتكلم عن الريكاوري فيس الريكاوري فيس الريكاوري فيس هوني الفترة بعد أنت شلت العامل المسبب كان كان يكون إسكيميا شخص نزف عضيته الدم شخص عنده ديها دريشن عوط وانترا فينس فلود وإلى آخر شلت السبب اللي عمل لك الأكيوتي تيبولار نيكروسيز هوني واللي قلنا أنه الأكيوتي تيبولار نيكروسيز في معظم الحالات هو رفيرسابل ولحقت المريض هوني هتبدأ عملية الريبير أوف ذا رينال تيشو أيضا نرجع على نفس الثلاثي مالتنا اللي هو و فبالنسبة بالرقور رفيرس أشن نتوقع أشي رح يصير بالنسبة البلد فوليوم رح يبدأ الجسم يستعيد التنظيم يعني أشن رح يستعيد التنظيم يعني الحجم الزيد سيطلع عن طريق الكيدني إلى الخارج وذاك تشع المريض كم مرع عنه فترة لا يمكن أن يطلع الحجم الزائد من الفلود اللي موجود بالإنترا فسكولر وبدأ رفير رأسا يصبح يصبح تنظيم ويزداد بشكل ملحوظ لأن الجسم بدأ يتخلص من هذا الحجم الزائد من الفلود أشتوقع عن بنسبة البوتاسيوم أشنع على سبيل المثال وأضر الإلكترولات أحب شوي شوي ترجع إلى النورمال لفل اليوريا والكرياتينين أشغل ستتوقع أشغل أشغل بهم أكيد سيبدون يقلون مع زيادة خروج الإدرار أشغل يخرج إدرار تشعون الجسم يتخلص من الإدرار المثال يتخلص من الإلكترولات الزائدة وحجم الفلود داخل الجسم الزائد فيستعيد الريقوليشن فكل تهاي تنعكس بالريكابري فيس هوني ننتبه من تبدي الرينا تستعيد عافيت أو تبدي تطلع إدرار ننتبه أنه على المريض يعني لا تنت يا طبيب يا صيدري لا ترتخي تذكر أنه بعدما طابت مئة بالمئة فالجلوموريشن تعفون نحن نورمالي الاجلوموريشن الراشح من يجي إلى التيبيولز والتيبيولز أيضا بها ميكانيزم اللي هي تبدي تمتص الماء من التيبيولز وإلى الجسم حسب حاجة الجسم إذن منساعدنا زيادة بالجلوموريشن ريت بسبب الفوليوم الزياد بسبب الاليكترولايت والتوكسيك ماتيريرلز وإلى آخره وتبدي يتدفق الفلتريت الراشح من نيجلوموريولاي باتجاه التيبيول والتيبيول بعده عاطل بعده ما شفي بشكل صحيح يعني يعني ما يعمل بشكل طبيعي فإذن احتمال هون جسم حسي عندك خسارة بالاليكترولايت وحتدي أيضا ربما حسي عندك فتفا دقري فأنت دائما تتابع المريض بالاليكترولايت تتابعه بالبالس ريد تتابعه بالبلد بريشر وتنتبه لأن المريض هو صح قيخلص من الاليكترولايت والتوكسيك ماتيريرل بس لا تنسى التيبيوس بعد ما طاب بشكل جيد وإذن هالمرة بعد ما كان عدنا هايبرتنشن وإدمة هالمرة سنفوت بالديهايدريشن وإلى آخره وهالمرة يزيد الطيم بلا فإذن خليها ببالك هو صح قيطلع إدرار بشكل ملحوظ وغيغسل مثل ما أقول غيغسل الجسم بس ضي بالك لهذه العملية تغوح أكثر من حدة بسبب أنه التيبيوس بعدها ما شفيت بشكل طبيعي فإذن أنت تعمله منتشع مثلا مثلا سعنده تاكيكارديا سعنده هايبوتينشن رأسا نتعوض فإذن أنت تحتاج أن تكون فاهم الباثوفيسيولوجي وأشياء يصير في جسم المريض وحتى تكون على بينها لاشت المريض قيطيب يطلع إدرار تقول أوكي هذا هو الأمور يعني كلها استعدلت لا خلي بالك أنه ممكن يوح الجسم يكون موح زيد لأنه يوح بعد عاطلة فهو يعمل لك مشكلة هالمرة الديهيدرش إذا ما لحقت على المريض بالأكويت تيبولر نيكروسيز وهو في الـ معناها أنت هتغوح تورد هاي موربدي ومورتاليتي رات ولذلك ايدتيفكيشن of a person at risk is important to a clinical decision making يعني لا تخلي المريض مثل ما حكينا سابق يوح على الـ irreversible stage الحق المريض وهو في مرحلة الـ reversible stage ولحس نلحظ أن كتو تبولر نكروسيز is often reversible إذا لحقت له إذا ما لحقت له ستغوح على high morbidity and mortality فإذا rapid identification أو early identification و correction of the precipitating cause مثل improving greener perfusion discontinuation of the nephrotoxic drugs is important على الفلوود and dialysis يعني المريض في the necrosis in maintenance face يمكن التحدي من الزووود و الكدني بعد ما اشتغلت تحتاج تعمله غسل dialysis و من اشتغلت الكدني و قبل يطلع إدرار لازم تنتبه للإدرار يطلع أكثر من لازم لأن تتبه بعد ما طابت وبهال حالة تحتاج هالمرة إذا fluود يعني بالعكس مرة dialysis مرة فلوود فلازم أنت تعرف أشق تعمل وأشق يصيب الفاتفزيولوجي ما المريض حتى تعرف تتخذ القرار المناسب شكرا جزيلا